خمسة أعوام مرت ولا زالت دمار هو المشهد المسيطر على مدينة الموصل التي دمرتها العمليات العسكرية خمسة أعوام مرت ولم تنجز العديد من عمليات الإعمار بينما بقيت الجوامع الأثرية مدمرة في الموصل إضافة لمئات المنازل المحاذية لها لم تزرها أي لجان إعمار حيث إجبر أهالي المدينة على العيش ورؤية مشاهد الدمار من حولهم كل مصلاوي تربى في مدينة الموصل وتعلق قلبه في المساجد بل حتى الذين ربما لم يدخلوا المساجد القديمة يتأسون ويبكون على هدم هذه المساجد الأثرية لما تحمله من عبق الماضي ولما تحمله من تاريخ وذاكرة مدينة عريقة ألا وهي مدينة الموصل وهذا التأسي ليس على المساجد فقط بل على كل تلك الأبنية الأثرية والتاريخية التي هدمت في مدينة الموصل مع الدمار الذي لحق بمحافظة نينوى عموما والموصل على الخصوص فقدت المدينة الكثير من معالمها التي كانت تأتي بالسياح من داخل وخارج العراق وخصوصا لرؤية جوامع الموصل التاريخية كان الكثير من المرتادين لهذه المدينة والسياح أيضا يرتادون إلى هذه الجوامع التاريخية مثل الجامع النوري والجامع المصفي وغيرهم من الجوامع وحتى جامع النبي يونس لذلك من الضرورة جدا الاهتمام بمثل هذه المواقع وإعادة إعمارها من قبل الجهات المعنية لكي تعود المدينة مثل ما كانت وأفضل على الجانب الآخر تقول مديرية أوقف نينوى التي يفترض أنها مسؤولة عن هذه الجوامع والأماكن الإسلامية إن التأخر بعمليات الإعمار يرتبط بمنظمة اليونسكو والشركات الأجنبية التي تعهدت بإعمارها هناك بطء في عمل في منظمة ألف فرنسية لكن عمل معاهم بالتنسيق خلال أيام القادمة إن شاء الله سيتم حالة تلك الإشكاليات هذا التضارب بين التصريحات الحكومية التي تؤكد بدء عمليات الإعمار وبين الواقع الذي يعلن صراحا عدم وجود جهود منظمة لعمليات الإعمار يضع الكثير من الجوامع على لائحة الانتظار ما يهدد باندثارها وضياع قيمتها التاريخية